بسم الله الرحمن الرحيم كما يعلموا الجميع تفاجأت ساكنة الإجتاء يوم أمس بالزيادة في أسعار تذكير الولوج الحافلة في النقل الحرار زيادة لدقل الدرهم إلى 3 درهم ونصف داخل المدار الحراري وهذه الزيادة تسبقها كذلك زيادة بطائق وانخراط شهرية الطلبة والتلاميذ والذي دقل هو الآخر من 50 درهم إلى 70 درهم طبعا الحال هذه الزيادة تأتي في حالة طرفية حساسة جدا تتمييز بزيادات المتتالية تبع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية وكذلك كذلك في حالة السياق يتسين بالدخول الاجتماعي والدخول المدرسي وتابعة الدخول المدرسي والاجتماعي على القوت اليومي لعموم المواطنين والمواطنات وطبعا الحال الشركة بررت هذه الزيادة بكونها تنفذ ما جاء في البرنامج التعاقدي بتاع الشركة مع جماعة وجدة مع العلم أن البرنامج التعاقدي الذي يحكمه هو كل التعاملات وبالتالي كانوا استغربوا هذا الالتفات فقط إلى جيوب المواطنين عوض الاعتناء بالمرفق النقل الحضاري عوض مثلا انتلتزم الشركة بعدد الحافلات المنص المنص عليها في كناش تحمولات عوض التلتزم الحافلة بضع حد الاقتباد والتأخر المواعيد والغياب التهوية والنظافة من الحافلات واماكن الوقوف والواقيات الشمسية إلى غير ذلك من مجموعة من البنود المتضمنة في كناش التحمولات للأسف مجلس جماعة وجده صادقة في وقت سابق على نقطة ودرجة في دور أعمالي تتعلق بتحديل البرنامج التعاقدي للشركة مع جماعة وجده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر